السلام عليكم أخواتي كديرين لبس عليكم كنتمنة تكونوا بخير وعلى خير وبأحوال جيدة دائما كما لعدة غدا نتبرتجي معكم واحد الوصفة اللي غزالة بزافقة هاد العجينة هادي اللي كتجي طرية وناجحة يعني الفطائر الحلوة والمالحة وغدا تنفعكم بزاف بزاف في شهر رمضان يعني يمكن لك منع عجين وحدة تخرجي مننا بزاف دي الحويج يعني تدري منها البيتزا ولا البطبوت ولا أي حاجة تختار على رأسك تقدري تدريها به هاد العجينة هادي كما لاحظتوا ما استغرقتش ليه وقت طويل يعني في وقت واجيز قدرت يعني نحضر هاد الوصفات هاد عفون هاد الوصفات هادو اللي هما ساهلين وبصاب من عجين واحد ومشي العجينة يعني بكمية اللي كبيرة أنا استعمرت غير 850 جرام ديال دقيق يعني مشي بزاف وعطاني كمية كما كتلاحظو يعني مهمة هاكا في الطابلة خصوصا في شهر رمضان يعني كي جوناس هاكا أو اللوليدات يعني مشي بالضرور راح تنديرو من الناس فراه ولادكم غاتيني حماقوا عليهم أكيد كنتمنى أنكم تجربوا هاد الوصفة هادي وما تنسونيش البنات من اللايكات ديالكم والبنات اللي ما زال ما اشتركوش عندي في القناة كنتمنى أنكم تفعلوا الزر ضغطوا على الزر أحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش هاكا توصلوا بكل جديد وغادي انداب نشوفوا المقادير عندي 850 جرام ديال دقيق عندي الحليب غايكون مع الماء يعني حسب حسب الخاليط وعندي جوج أبيض البيض وكاز ديال الزيت 120 ميليليلتر شوية ديال الملح ومعرقة ديال السكر سانيدة ومعرقة كبيرة ديال الخميرة وغادا نعود معاكم المقادير باش هاكا تشوفهم في الطريقة ديال تحضير هنا وضعت الماء والحليب يعني النصف الماء والنصف حليب قد يعني تديروا الكيمية اللي بغيتوا انتوما ديال الماء أنا استعملت هنا اياه 350 ميليليلتر وكيبقى علي حسب التقيق ديالكم يعني ما هاداش نقدر نقول لكم بالطب وزدت معلقة كبيرة ديال الخميرة وخلط معلقة ديال السكر مع الحليب والخميرة وغادا نخليهم هاكا ارتاحوا شوية أحد العشرة ديال تقيق بينما ديال الخميرة تفاعلت مع هاداك معلقة ديال السكر كما كتلاحظوا ها هي الحليب مع الخميرة راه يعني واجد تبا غادا ندوز باش نخلط هاكا المقادير كاملة مع بعضها وغادا نشوفوا معايا الطريقة بتفصيل بديت كنوضع في الدقيق يعني غير بشوية بشوية باش هاكا ما تخوش طريقة يعني في مرة واحدة الله ما يستقش لكم العجين زوين وهاد العجينة هادي خصة تبقى خفيفة يعني تبقى تلسق شوية في اليدين يعني ماشي تكون طريقة بزاف وغادا نبقى هاكا مستة مرة يعني كنوضع في الطحين غير بشوية هاكا بتدريج وغادا نضيف دابا أبيض البيض جوج ديال أبيض البيض وجوج ديال السفار البيض غادا نحتفظ بيوم هاكا باش ندهن بيوم هاد هاد الفطائر هادو وزد كاز ديال الزيت والملحة في الأخير يعني في الغواس ديال العجين وضعت جوج أبيض البيض كاز ديال الزيت وشوية ديال الملحة وغادا نبقى هاكا نخلط في العجين حتي تجمع ليا يعني بدون ذلك غير بهاد طريقة حتى تنسالي وهنا را العجين ديال الجمع غادا ندهن بشوية ديال الزيت من الفوق باش ميثقش ليا لها البلاستيك الغذائي وغادا نخليه تقريبا يعني نس ساعة وغادا ندوز باش نحضر ده بالحوشوة كيما كتلاحظو عندي جوج البصلات مشلدين يعني مقطعين مربعات وفلفلة حمراء وخضرة مقطعين مكعبات شوية قصب رمعد نوس والكفتة عندي تلتمية وخمسين جرام ديال الكفتة وشوية الملحة الفلفل أحمر بودرة زنجبيل بودرة التوم والكركم والفلفل أبيض وشوية ديال زيت زيتون هادو من مكونات اللي غدا نستعمل لهاد الحوشوة هادي المالحة اختيت المقلاة وضعتها على النار وضفت زيت زيتون وهذا نوضع البصل اللي عنده البصلة البيضة يستعملها اكيد يعني ما كتاخدش بزاف ديال الوقت بالزربة كالدبال وإلى يعني كنتم مزروبين وبغيتوا بصلة ديالكم هاكا تبهت بسرعة وضعوا علي الملح يعني منيك تحطوا الزيت والبصل زيدوا عليهم شوية ديالملحة اكيد رحك يقوم بالمهمة والبصلة كتابات بسرعة رحك أسبقاش هاكا كواقفة كما لحطوا البصلة ديالي هايا يعني هبطات غدا نبدأ نوضع آآ مكونات فلفلة ألوان والناس اللي ما كيبغوش هاكا اللحوم اللي بنتلوا الكفتة رحكي يعني بالضرورة تديروا الكفتة أنا اللي درت الكفتة كليكم تديروا الطون او لا تكتافيوا غير بهاكا يعني بتشرموا له هادي ديالبصلة وفلفلة والتوابير رحكي يجيوا لداد وده ما بديت كنوضع في التوابير كوركم زنجبيل فلفل أبيض او الأسود ما يمين تواجد عندكم وفلفل أحمر بودرة وغادا نخلط هادي المكونات مزيان مع بعضها حتى ستر ديالتجج رحكي يجي زوين الكفتة ديالتجج حتى ايا والناس اللي ما كيأكلوش اللحوم أكيد يمكن اللي هما يستعملوش اللحوم يكتافيوا غير بالخضر يعني يحكوا الخيزو أو البصلة أو عفوا القرعة رح تهما كيجيوا زوينين يعني يكتافيوا غير بالخضر مع البصلة وفلفلة والجازر محكوك والقرعة حتى هي وغادا نرجعو الوصفة ديالنا وضعت الكفتة مع المكونات وغادا نبقى هاكا يعني نبقى لها هكا حتى تنساجم مع الخالط وهنا راح الفلفل راحا وجدات عفوا ان الكفتة راحا وجدات نستعرع شوية دي القصبر ومع الدنوس الناس اللي أنا من الناس اللي كيعجبني مع الدنوس كتار من القصبر وعملي متوفرة عندكم يعني مع الدنوس يمكن لنا نستعملوه بثبتة يعني في شور بعض بثبتة الوصفات يعني مني كتوضعيه في الأخير كيخلي ديك النسمة دياله يعني كتطل الطبق واحد النكهة اللي زوينا وهنا راح الشرمولة ديالي او الحشوة ديالي راحا وجدات والعجين حتى هوا كيما لاحتو من بعد ما دهنتو وضعت عليه الورق ورق البلاستيك الغذائي يعني راح ما لصقاش علي العجينة ما حتى شي حاجة يعني مني كتدهنو بتك شوية ديال الزيت وقديرو عليه ما كيلصقش علي العجين يعني ما كيضيعش وهنا راح قسمت العجين يعني القسمين القسم ناس دياله وضعته جانبا حتى نستعملو في فضاء الخرى ونسب المتبقير انا غاشكلتو هاكا يعني كويرات يكونو بنفس الحجم وتباك الله ها 850 جرام راح اعطاتني كمية مهمة هاكا ديال فطائر كيما اكتلكم بلا ما تكتروا بزاف ديال العجين خصيتو هاكا في رمضان يعني مني تيكون هاكا ذاك شي كيتكالطري ماشي بحال ذاك الشي اللي كيكون هاكا في الكونجيلاتور يعني يمكن لكم حتى يعني الاخر لحظات وجدهم هادورا هما كياختوش الوقت وبسرعة ويمكن لكم ما تديروش هاكا الكفتاء يعني في عوض ما تنوضو تبقى تطيبو في هاد الفلافل وهاد شي يمكن لكم تكتافيو غير بالطون هاكا مع الفرماج تديروه معه مهم اي حاجة هاكا بسيطة والمهم عدنا في هاد الوصفة هادي كاملة وهو العجين يعني العجينة هادي اللي هي ممتازة يعني بزاف قاع يعني هادي يمكن لكم تعتامدوها على بزاف ديالوصفات ماشي غير هاد الوصفة اللي شتوا قدامكم يعني تستعملوا بها البيتزا او البطبط الصغير يعني لي كيش كل شي يجي بها زوين صراحة غزاء للبنات صدقوني وجربوها ولعجباتكم ما تنسونيش كما اكتلكم في بداية الفيديو من لايكات ديالكم مدعم ديالكم اكيد باش ان شاء الله تانا قناة يلي ديزت قدامه ونزيد نعطيكم المزيد ان شاء الله ومن بعد موضعت الحشوة كي ما لاحتو هاد انتنشكل فيم هاكا بحش كل ديال السيقار يعني طي ديال السيقار بحالو نفس الشي والعجينة راها موطيعة يعني في المدية هاكا تمشي يعني ماشي مكا تمحنيش لانها بقاطرية ماشي قاسها بقيت هاكا كنشكل في العجين ديالي نصرحو والسمك ديال العجين يعني مخصوش يكون رقيق في القياس متوسط يعني يبقى شوية العجين شوية يعني في الحجم العلو دياله شوية كاين طالع وغادا نبقى نوضع هاكا في الحشوة انا كان عندي يعني الكفتة شوية بزايد يعني حاولت نكتر الحشوة وانتو ما يعني ماشي بالضرورة تدلوا هاد الكيمية كاملة نغيم علقا هاكا كافية وهاد هاد الصندويتشات انا سميتهم صندويتشات كي جوزوينين يعني الحجم ديالهم كي كبر ما كيبقاش فيها لعاكا هاد العجينة هادي الحجم دياله كيو اللي يعني كبير بحاس صندويتش يعني اللي كان ناخدو هاكا مزنقا انتو ما غادي نشوف معي يعني في الاخر ديال الفيديو كيفاش كيفاش غادا ندهنهم ودكشي و الحجم ديالهم غادي يتساد مع الخميرة غادا نخلي محتير خمرهم زيان وهنا راه شكل ديالهم كنوريليكم يعني كيجو مقعدين ونفس الحجم وغادي نبقاها كنرش بالطحين وكنسرح بالمثلك وهاد الصندويتشات هادو راه او الفطائر راه يجبو لوليدات اكيد خصوصا المدرسة راه كينفعو البنات اللي كانوا سولوني هاكا للوصفات للوليدات ان شاء الله من بعد رمضان غادا نبرتجي معكم طريقة ديالي في اللي كان هاكا ننظم لوليدات ديالي ذكشي اللي كيدي معهم مدراسة وكيفاشنو كان وجد ليهم هاكا الوصفات اللي كان حضرهم هاكا في الأسبوع وهاد الوصفة هادي راه من بيه الوصفات اللي زوينا هاكا للوليدات بالمدراسة ولي ما بغاش هاكا يستعمل لوحهم لوليداتو رايمكن لكم ما تستعملوهمش يعني تكتابوا غير بالخضار بالنسبة البنات اللي ملادهم ما كيبغوش الخضار رايمكن لهم استعملوا الطون او لا شي حاجة هاكا يعني ان شاء الله ما نحرقوش المراحيل حتى من بعدهم وننحضر معاكم هاكا وصفات للوليدات وغادا نبقى هاكا نستعن بالتقيق لانا كما قلت لكم العجينة حيط طرية بثاف وضروري خاصني نرشها بطحين وكنزيد نأكد العجينة خاصت بقطرية ما خاصاش يكون قاسحة وانتو مراكم تحاولوا تتحكموا فيها هاكا وتقعدوها وكما شاهدتوا راها تبارك الله يعني كم يرى مهمة وانا بغيت هاكا نبقى نوريكم هاكا بتفصيل بشوفوا العجين والبيتزا البنات ديال هاد الوصفة هادي احتها هي كالجهز وينا يعني البيتزا اللي كيبغوها البنات هاكا تكون من فوخها على الشكل ها يعني البيتزا التوركية اللي كيستعملوا الاتراك مشي البيتزا العادية اللي اللي بارتا جيت معاكم في القناة ديالي ديال تورك وانما البيتزا اخرى كيجي السمك ديال هاكا غليط وكيوضعوا فيها حتى هما كيديروا فيها الفرماج هاكا في جناب كجيز وينا هاد العاجين حتى هو يعني كيصلح ليها وحتى البطبوط يعني الصغير وور هاكا يعني مكلكم من هاد العاجين تديروا ربع ديال شكيلات يعني كل حاجة تدير منها مثلا دير البطبوط ديري شوية البيتزا ديري شوية ديال هاد كرواسة شوية ديال هاد صندويتشات يعني من العاجين واحد ماشي كل حاجة نشو نعجنوا ليها الحاجة ديالها كتكون شوية صعيبة وكتاخذ الوقت انك كل العجينة تصيبها بوحدها وهنا كتضربوا عصفورين بحاجر يعني كتتحطوا غير الحشوات حداكم توجدوهم والعجينة اكيد راه ها كتكون وحدة يعني ماشي بزر ديال انواع ديال العجينة ودا بغضرنا ندوز باش نحضر معاكم هاد هاد شنيك هاد يعني خطيت العجينة اللي بقعت عندي تاية وقسمتها القسمين واخطيت واحد طريف حطيته جانبان وانستعملوا باللاتف واحد وصفة اخرى وكان بقى نرش بالطحين وكنسرح العجين يعني كنديرو رقيق يعني المختلفة للعجينة اخرى هدا كان نرقو هاد العجين هادا وكنحطو فوق العجين الاخر ويمكن لكم بحلة ديال العجينة هادي تديروها الوان يعني ونصف واحد تخطو تددو معا شوية ديال كاكاو والاخر تخليوه بيض باش عطيكم اللون انا بغيت نخلي هاكا اني ما اوغاش نستعمل كاكاو وحاولت نقاط جناب من بعد ما صرحت العجين زيان وغادا ندوز دابا باش نا يعني ندهنو بشوية ديال الكون فيتشير هاكادر ترجم مع القاسم تغسطين ويمكن لكم يعني توضعو الكيمية اللي كاتب غيونتوما كلو يمكن لكم تديرو الكون فيتشير ديال الفراز او لدديرو الشكلات مهم اللي كاتب غيونتو مولي داتكم انا كيعجبني هاد لكم فيتشير ديال مش ماش وغادا ندهنو ندردر عليه شوية ديال الكوك يعني كما لاحتو منو عجين حلو والمالح ونفس الوقت يعني بدون كسرة الوينة والتامارة وغادا نبدأ نقطع فيهم هاكا شرائط كونو شوية عراض ماشي بزاف ولكن هاد الحجم هادا كما كتشوفو كونو متساويين وكنقطعهم هاكا على العرض ديالهم طريقة اللي هي جد جد بسيطة وسهلة والاهم انها زوينا وغادا نبدأ نلف بهم هاكا كنرولي كما شاهدتو بالنفس الطريقة الجيهة الاخرى وغادا نحاول نوريكم بشكل بتفصيل وغادا نبقى هاكا مستمرة بنفس الطريقة وغادا نجيب كل جيهة بوحدة انا كانت في الطريقة ديال التصوير وكنوريكم في نفس الوقت يعني كناخد صور وكنوريكم هاكا في الفيديو طريقة اللي زوينا واسهل منها ما كاينش يعني انا بالنسبة لي ها جدني سهلة بثاف خصوصا السيدات اللي هاكا كيتخوفهم الوصفات صدقوني هاد الوصفات اللي حضرت معاكم اليوم جربوهم اكيد غادي نعجبوكم ننتأكدة وغادا نبقى نرولي فيهم هاكا يعني انا قطعت غير عيني ميزاني وجاني تقريبا نجاو نفس الحجم وغادا نضغط عليهم يعني مغادش نخلي مهاكاك بعد مرتاح واحد شوية تقريبا واحد ثلاثة ديال دقايق غادا ندن نبرك علي مهاكا بصباعي وندهن زبدة عفوان لاطا شوية ديال الزيت وحطيت همو دابا غادا ندوز باش نحضر الوصفة الخراس سريحت العجينة وقطعتها هاكا على شكل دوائر غادا نديرهم بحل قوارب هاكا في وسط هاداك المول ووضعت العجين وغادا نتقبو هاكا بالفورشات باش ما يتنفخش ليه وغادا نوضع فيه الحشوة المتبقية كي ما قلت لكم يعني كانت عندي الكفتة بكمية اللي شوية زيدة يمكن ليكم متوضعوش الكفتة في هادي يمكن لي هادي يلي يمكن ليكم توضعو فيها هاكا الطون باش هاكي يكونوا عندكم ثلاثة ديال الوصفات يعني وصفة بالكفتة ووصفة بالطون ووصفة هاكا الحلو يعني وغادا نبقى هاكا حتا نسالي الحشوة ديالي واكيد حتا الجناب ديول هاداك العجين را ما غادينش يبقو هاكاك انتو ما غادين تلاحظو معايا باللاتي غاد يطلع هاكا الجناب غادين يطلعو عجينة غاد تطلعو من البلاسة ما غادش يبقى هاكا كابطة للحشوة كما قلت ليكم هادي عجينة عجيبة او سحرية نسمي واحنا سحرية ودرت شوية ديال فرماج موزاريلا بالفوق وكيما كتشاهدو الحجم ديال الفطائر ديالي راه تطوبل يعني تنفخ والعجينة ديال اللي وريتكم دابه في ديال القوارب راه احتايا يعني تنفخات وعدم اني غادت طيب غادت يعني تطلع من جناب اكتر وهادو كرا جوصون دويتشات تبارك الله كيبانو كبارين فعلا يعني كل حجم دياله مصغير ور والعجينة يعني تطوبلات يعني في ثلاثة المرات انا جاتني الى الحجم اللي صايبتها فيه نزلت فيها الباراكة والله العظيم ودهنت بشوية ديال الخل واصفر البيض يعني استعملجوش البيضات اللي استعملتم في العجين اخديتجوش اصفر البيض وحتفت بهم هما هادو استعلم شوية ديال الخل والعجينة البنات اللي ما شاف الفيديو من اللي وراني ما استعملش فيها اصفر البيض استعملت غير جوج ابيض البيض هو اللي استعملت في العجين ما كيش معني ما كيش بيضة كاملة وهدا ندهن الفطائر ديالي هاكا والريحة ديالو ما كدجيش زفراء لحتاشي حاجة مع ذاك الخل وهدا ندوز دابر باش نزينهم بشوية ديال بودور الخشخاش وشوية ديال زنجلان وكيبقى اختياري يعني اللي ما بغاش كلي ما استعملش واللي بغا يدير يعني يخليهم يطيبوا هاكا نص طيبة ويرش عليهم شوية ديال الفرماج من الفوق ومخلط مع شوية ديال قصبر وعفوان ديال معدنوس راح كيجيزوين يعني تقطعو شوية دمعدنوس وزيتو لي شوية ديال الفرماج وطرشو بفوق العجين كيعطى واحد المنيضر اللي رائع بزاف وشنيك العخر راح تهوارا دهنتو بنفس الطريقة بدك شوية ديال الخل واصفر البيض حتى هو ما راح شكل ديال متاعث وهنا راح اللي عجين ديالي دخلتو الفرن كيما كتلاحظو كيجي غزال ومحمر رائع هذا نوريكم بش شوفو شوفو العجين كيبان يعني متقب من جناب وشنيك راكي طيب لاحظو يعني كيبان راه ناجح وشنيك حتى هو راح خرجتو وارطب راني كنوريكم هاكا بسبعي هذا ندوز دابا بش ندهنو بشوية ديال المربا كنوريكم كيفاش را دائر غدا نفتح معاكم اكيد الفطائر ما عادش غدا نفتحهم لانني انا اي وصفة كنديرها كنفتحها هاكا بش شوفو الداخل ديالها ما كان مغيش نوريكم غير هاكا من بره وصافي غدا ندهنو بشوية ديال مربا زتعلي شوية ديال الما لانا عندي المربا شوية تقيل زتعلي واحد المعالقة ديال الما بش هاكا يولي يعني يخفيف شوية اللي بغايدهان بالعسل او اللي بشي حاجة هاكا كيفضلها كيبقى داك شي اختياري وعندي هنا شوية ديال اللوز اللي يعني مديرها شوية مهرمش هاكا قدنا نرشر من الفوق اللي بغايدير اللوز ايفيلي يعني اللي بغا داك شي كيبقى اختياري يعني ولا حسب المتوفر يعني اللي ما عندوش يمكن اللي يستعملوا غير هاكا او لما يدهنو مشقاع اللي اذاك شي كيبقى اضواق لا را ما كيجوش حلوين را كيجو خفاف لاناني العجينة ما ديراش فاسكات ديرا فاغي معا يبقى هنا انا كنوريكم يعني الشكل ديالهم كيفاش كيجي وغدا نفتح معاكم هادي كيما كتلاحظو كيجير طب الساف يعني وخفيف من الداخل كيبانو فيه دكتو قب يعني كيبان بلي راها عجين ناجح مئة بالمئة يعني غير مش غير شوية بزاف يعني لاحظو الطراوى دياله كيجي بحل داك شي مهم بحل في الزمقاء ولكن هادا كيبقى احسن اكيد ديال الدار ما كيش محسن منو وهادو القوارب اللي صيت معاكم في هادو كليمون اللي اللي حضرت امامكم كيما كتليكم سبق لي كتليكم العجينة راها يعني الحشوات بقى الحشوات في الواسط والعجينة طلعت من الجناب وفتحت لكم هادو حتى هما راها جوا رائعين هانتم مادين نشوفو كنتمنى الفيديو انه وعجبكم واسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة